السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحالم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم إياكم الحدودة إياكم وجهنم إياكم الحدودة إياكم وجهنم إياكم الحدود ثلاث مرات فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح الحديث رواه البزار بالرواية ليث ابن أبي سليم طبعا هذا الباب وهذا الحديث والأحاديث التي بعده تحتها مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أولا فيما يتعلق بالحدود الحدود طبعا تطلق على معاني منها الحد هو الفاصل بين شيئين ومنها الحدود التي هي العقوبات المقدرة شرعا وغير ذلك من المعاني والمقصود هنا بالحدود في هذا الباب والأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب المقصود فيها محارم الله الترهيب من مواقعة الحدود يعني ما حرمه الله عز وجل حد حدودا حد حدودا ولذلك المقصود بالحد هنا المحارب المحارب التي نهى الله عز وجل عنه ولا يخفاكم بأنه ورد في كتاب الله عز وجل النهي عن الاقتراب من الحدود والنهي عن تعد الحدود فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم يقول الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها نهى عن الاقتراب من حدود الله والآية الأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ولذلك العلماء يقولون بأن في قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها فيما يتعلق بالمحرمات فيما يتعلق بالمحرمات ولذلك يحرم على الإنسان أن يقترب من المحارم من المنهيات لاحظ جاء التعبير بتقربوها بمعنى أن كل وسيلة تؤدي إلى المحرم فهي محرمة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ضرب مثل قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه يوشك أن يرتع فيه ولذلك تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المحرمات وانظر مثلا قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة آيات كثيرة أما تلك حدود الله فلا تعتدوها المقصود الفرائض والواجبات يعني بالنسبة لما فرضه الله عز وجل وحد أيضا من حدود الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يتعداه التعدي يكون بمثلا إخراج العبادة عن وقتها مثلا هذا تعدي أيضا الابتداء في الدين الزيادة على هذه العبادة بغير ما شرع الله وبيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا هذا تعدي كذلك في المباحات أحيانا يعني مثلا لما نذكر الآية فلا جناها عليه ما فيما افتدث به قال جل وعلا بعد ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوه طبعا هذه جاءت في ماذا؟ في مسألة الخلع بمعنى أن الزوج لا يجوز له أيضا أن يعتدي أو أن يتعدى حدود الله بمعنى أنه إذا كرهت المرأة وزوجها والحياة الزوجية بينهما غير قابلة للإستمرار لوجود إشكالات ولوجود أمور ما يمكن أن تجعل الزوجة تبقى مع زوجها فيمسكها بإحسان أو يسرحها بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يعتدي فإذا طلبت الخلع خالعها لكن من دون إضرار من دون إضرار لذلك الحدود بهذا المعنى إذن الحدود تطلق على المحرمات فلا يجوز الاقتراب منها فضلا عن انتهاكها والوقوع فيها وكذلك تطلق الحدود على الفرائض والواجبات وأيضا المباحات كما ذكرتنا قبل قليل ولا يجوز الإنسان أن يتعدى فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم الحجز أو الحجزة هي معقد الإزار والسروان هذا اللي يمسك من النصف مثلا كأنه يقول السلام أنا آخذ بحجزكم لأن الشخص إذا أوشك على السقوط فأنت تمسكه من الوسط من ثوبه تجره هذا يسمى منطقة هذا الحجز أو الحجزة أنا آخذ بحجزكم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حاله بهؤلاء بأمته بأنه يمسكهم عن السقوط في النار يمسكهم عن السقوط في النار ويأخذ بحجزهم ويمنعهم قد جاءت حادث أخرى لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاله مع حال الناس وهم يتساقطون في النار برفض دعوته قال كالجنادب يعني التي تأتي إلى النار وتسقط في النار النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم من السقوط في النار يقول إياكم وجهنم إياكم تحديد وإنذار إياكم وجهنم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته النار يحذر أمته النار إياكم وجهنم يعني إياكم وما يقود إلى دخول جهنم والذي يؤدي إلى دخول جهنم ما هو الشرك بالله وانتهاك حدود الله والوقوع فيما حرم الله عز وجل ثم قال إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود الحدود يعني الوقوع فيها سواء بالاختراب سواء بانتهاك المحرمات أو بتعدي الفرائض والواجبات وكرّض هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم أن الكلام العظيم والنبأ الكبير يكرره ثلاثا صلى الله عليه وسلم إذا كان له أهمية ثم قال فإذا أنا ميت تركتكم وأنا فرطكم على الحوض الفرط هو المتقدم يعني أنا أتقدمكم على الحوض فمن ورد أفلح يعني من ورد الحوض أفلح ونجح وفاز لأن من يطرد عن الحوض فهو في خسارة في خسارة نسأل الله العافية والسلامة طبعا هذا الحديث إذا أردنا أن نذكر الفوائد أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وخوفه عليهم صلى الله عليه وسلم وصدق الله عز وجل حينما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هذه الأمة حريص بل على البشرية جمعا في دلالتهم إلى الخير وفيما ينجيهم وتحذيرهم من الشر الذي فيه هلاكهم الأمر الثاني ضرب المثل وهذا من البيان سواء البيان القرآني أو البيان النبوي النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال المسألة الثالثة تكرير الكلام ثلاثا إذا كان له أهمية ويريد الإنسان أن يرسخه في النفوس النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلام ثلاثا صلى الله عليه وسلم خاصة الكلام الذي له أهمية ولا شك بأن مثل هذا الكلام أهميته عظيمة الأمر الآخر يجب على المسلم أن يقف عند حدود الله عز وجل فيما يتعلق بالفرائض والواجبات ولا يتعداها ويحرم عليه الاقتراب من حدود الله والمقصود بالاقتراب من حدود الله يعني محارم الله عز وجل فحدود الله ما بين محرمات حرمها وما بين فرائض وواجبات ألزم بها الناس المسألة الأخرى أن من وقف عند حدود الله عز وجل فإنه يبشر بإذن الله جل وعلا بالفوز والفلاح بإذنه جل وعلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقف يوم القيامة على حوض ينتظر أمته فيذات قوم عن الحوض فيقول يا ربي أمتي أمتي وفي لفظ أصيحابي أصيحابي فيقال له لا ما تدري ما ما فعلوا بعدك لقد بدلوا يقصد للمنافقين لأن المنافقين يدخلون يعني ضمن هذه الأمة من حيث إجراء الأعمال الأعمال على الظاهر لكن يوم القيامة يتميزون يتميزون فيطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قال بعض العلمة هؤلاء الذين ينتهكون المحارم ويتجاوزون الحدود أيضا يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال طبعا قبل أن ننتقل إلى الحديث قول المصنف رواه البزار من رواية ليث بن أبي سليم لماذا قال هذا لأن ليث بن أبي سليم ضعيف ليث بن أبي سليم ضعيف ولذلك بعض العلماء حكم على هذا الحديث بالضعف وبعض العلماء قال بأن الحديث حديث حسن حديث حسن وقالوا بأن هذا الحديث له شواهد له شواهد وليث بن أبي سليم توبع ولذلك الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره هذه فائدة فقط بسبب ذكر المصنف برواية ليث بن أبي سليم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه وهو البخاري ومسلم هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أولا إثبات الصفة الغير لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته على القاعدة التي نذكرها دائما ولا يغفى عليكم لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله قال جل وعلا هل تعلم له سميع قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد ولذلك قاعدة عظيمة أننا كل ما ورد في القرآن من أسماء الله وصفاته وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته نثبته نثبته ولا نتعرض لكيفيته لكن نعلم بأن له معنى يعني أسماء الله غير جامدة كذلك الصفات الله عز وجل لا يجوز تكيفها وإنما نعتقد بأن لها معنى مثل إثبات صفة الرحمة لله من معانيها إنزال المطر من معانيها كذا هذا المعنى ولذلك الغيرة ثابتة لله مثل صفة الفرح سبق أننا تكلمنا عليها صفة الضحك صفة الغضب أيضاً صفة المقت كل هذه مر معنى هذه نثبتها لله من دون التعرض لكيفيتها على القاعدة التي نذكرها وندندن حولها كثيراً كلما مر يعني مثل هذه الأحادي الأمر الثاني أنه غير من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة كل صفة لها سبب فإنها تكون صفة فعلية لله عز وجل فهي من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل الأمر الآخر أن غيرة الله عز وجل حينما تنتهك محارمه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معنى غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله ولذلك إذا انتهك المؤمن حرمات الله عز وجل يغار الله عز وجل والغير لها أثر غضب الله عز وجل انتقام الله سبحانه وتعالى ولذلك في قصة الإفك لما لاك المنافقون في عرض عائشة غار الله جل وعلا فأنزل عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة تتلى إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله عز وجل غار الله على أم المؤمنين الصديقة البتول الطاهرة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزل هذه الآيات هناك من ينتقم الله عز وجل منه حينما تنتهك حدوده فيغار الله عز وجل فينتقم الله عز وجل منه وهذا المسألة الأخرى والأخيرة في التعليق على هذا الحديث أن ينبغي بل يجب على المسلم أن يخاف حينما ينتهك حدود الله عز وجل لأن الله يغار فإذا انتهكت حدوده جل وعلا غار الله وغيرة الله عز وجل من حيث الأثر قد تكون عقوبة والعياذ بالله معجلة قد يكون شيء من الأمور التي يسلط الله عز وجل فيها على من انتهك حدوده وطبعا الإنسان له غيرة لكن لا يجوز أن تشبه غيرة الله بغيرة المخلوقين النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث لما نزلت آيات الشهادة على الزنا قال سعد يا رسول الله أنتظر أربعة شهود والله لأضربنه بالسيف غير مصفح قصة طبعا سعد لما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير من سعد والله أغير مني أغير مني ولذلك هنا جمع ثلاث غيرات غيرة سعد هذه غيرة بشرية هي انفعالات نفسية لموقف يستفز الإنسان غيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت غيرته عليه الصلاة والسلام منضبطة بما يأمره الله عز وجل به ما كان يتجاوز عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يتجاوزه بقية البشر وغيرة الله هذه صفة من صفاته تختلف عن غيرة البشر ولذلك نسلم على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل قال وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهام بيضاء فيجعلها الله هباء من ثوراء قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجة ورواته ثقاءات حديث عظيم يقف له الشعر ويقشعر له البدن ويرتجف له القلب نسأل الله السلام والعافية وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم وبعض العلم ذهب إلى تضعيفه لكن الراجح بأنه حديث جيد الإسناد حسن يقول ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعلمن أقوام فالله جل وعلا أطلعه على هؤلاء القوم أطلعه على هؤلاء القوم لأعلمن أقوام من أمتي نسبهم إليه نسبهم إليه وهنا طبعا الأمة تطلق على قسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة أهل الإسلام هم أمة الإجابة غير المسلمين يقالوا أمة الدعوة أمة الدعوة يأتون يوم القيامة يعني يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة جبال تهامة معروفة تهامة اللي هي الجبال الشاهقة السلسلة معروفة من الجبال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هؤلاء لهم أعمال صالحة عظيمة وكثيرة مثل جبال تهام بيضاء يعني من حيث أنها حسنات فيجعلها الله هباء منثورة نسأل الله العافية والسلام هباء منثورة يعني الهباءة هي الذرة التي ربما لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة التي قد يراها الإنسان مع انعكاس ضوء الشمس متناهرة متناهرة بمعنى مثل هذه الجبال لما ينسفها الله عز وجل لهم القيامة نسفا تصبح رمان تصبح رمان كذلك هذه الأعمال التي يجيبها هؤلاء القوم أمثال جبال تهامة صلابة وبياض وقوة ومتانة تذهب تذهب طبعا ثوباء رضي الله عنه قال يا رسول الله صفهم لنا لأنه نسبهم إلي قال من أمتي صفهم لنا عطنا أوصافهم جلهم لنا يا رسول الله من التجلي يعني اكشفهم لنا من التجلي اكشفهم لنا أو ضحهم لنا يا رسول الله لا نكون منهم ونحن لا نعلم نخشى أن نكون ممن يقع في مثل ما يقعون ونحن لا نعلم فقال عليه الصلاة والسلام أما أنهم إخوانكم ومن جلدتكم يعني من جنسكم من جنسكم ومن جلدتكم وإخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني صلوهم من الليل أيضا ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نسأل الله العافية والسلام أولا طبعا هذا الحديث تحته أيضا مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وخوفه عليهم ونصيحته لهم صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني أن الله تعالى يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما سيكون يوم القيام وقد أطلع الله وقد أطلع الله جل وعلا الناس جميعا يشترك في هذا النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في كتابه العزيز حينما فصل أحوال أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار فصل أحوال الجنة وفصل أهوال يوم القيامة هذا الله عز وجل أطلع الناس جميعا عليه وهناك أمور خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه وأطلعه دون بقية خلقه فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح للأمة هذه الأمور منها هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات عظيمة مثل جبال تهام بيضاء ثم تذهب هباء من ثور تذهب هباء من ثور ولذلك الله عز وجل أطلع نبيه على أحوال كثيرة للناس يوم القيامة حتى أن الله تعالى أطلعه على أسماء أشخاص وأجناس وفلان رأى فلان في النار ورأى فلان في الجنة هذا بوحي الله عز وجل الأمر الثاني هذا الحديث حقيقة من الحديث التي أشكل ظاهرها عند كثير من أهل العلم يعني كيف هؤلاء من إخواننا ويعخذون من الليل كما يعخذون لكن يوم القيامة تذهب حسناتهم وتذهب حسناتهم وليس لهم عند الله عز وجل من حظ ولا نصيب نسأل الله العافية والسلام قال العلماء منهم من ضعف الحديث طبعا وقد أبعد أن نجع من ضعف الحديث فالحديث ولله الحمد جيد من حيث الإسناد بل بعض العلماء يرى بأنه حديث صحيح الأمر الثاني من أهل العلم اندهب إلى أن المقصود بهؤلاء المنافقون قولوا بها أولاء الذين الذين يعملون أعمال كما يعمله الناس من أهل الإسلام يعني قال من إخوانكم على الظاهر من إخوانكم على الظاهر فهم يصلون مع الناس ربما يقومون الليل رياء وسمعة وقد يكون لهم حسنات مثلا تأتي يوم القيامة فلذلك هؤلاء قالوا بأنه من المنافق وهذا قول ضعيف القول الثالث وهو القول الصحيح أن هؤلاء من المسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من إخوانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ويأتون بحسنات يوم القيام وتعلمون بأن المشرك والمنافق النفاق الاعتقادي هذا لا يأتي بحسنات يوم القيام وإنما يجازع عليها في الدنيا كما هي القاعدة المعروف يجازع عليها في الدنيا قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عملا فجعلناه هباء منثور فلذلك هذا الحديث من حديث الوعيد والعلماء قالوا بأن هؤلاء لديهم أعمال صالحة لكن هؤلاء لديهم ضعف مراقبة الله عز وجل وضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى بحيث أنهم بمجرد أن يخلوا بمحارم الله انتهكوها يعني لديهم ضعف مراقبة الله ضعف تعظيم الله لديهم جرأة على حدود الله وعلى محارم الله من تقحمها وانتهاكها والولوج إلى هذا الباب الخطير نسأل الله العافية والسلام فيجازون يوم القيامة بسببها ولذلك المؤمن يراقب الله عز وجل في الخلوة والجلوة وفي السر والعلانية وفي الجماعة والانفراد وفي الحضر وفي السفر وعلى أي حال لأن المؤمن لما يمتنع عن مواقعة حدود الله للمراقبة الله عز وجل لكن الشخص هذا الذي لديه جرأة وشجاعة وجسارة على انتهاك محارم الله وتعدي حدود الله عز وجل هذا يدل على ضعف الإيمان وعلى جرأة نسأل الله العافية والسلام قادته إلى مثل هذه المراتع الوخيمة ولذلك هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهاكوها المسألة الأخرى لا يلزم بالضرورة أن يكون الخلوة فردية لا يلزم أن تكون الخلوة فردية بمعنى أنه ليس بالضرورة أن الإنسان إذا ما رأى أحد انتهك وإذا رأى أحد لا قد يكون انتهاكه لمحارم الله بحضور أصحابه مثلا وبحضور جماعته بمعنى متى ما ان تسهلت له المعصية واقعها هذا المعنى متى ما ان تسهلت له المعصية واقعها بمعنى إذا كان لديه قدرة على مواقعة المعصية سواء لوحده أو مع مجموعة فإنه لا يتردد في ذلك لا يتردد في ذلك هذا هو المعنى طبعا إخواني وأخواتي يمكن في وقتنا هذا قد يكون هذا الحديث يشير إلى ظاهرة خطيرة نسأل الله العافية والسلامة وهي ما عليه كثير من الناس من انتهاك حدود الله عز وجل والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى إذا خلى بمعصية الله عز وجل خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي فكثير من الناس نسأل الله السلام والعافية مما لديه هذا المحمول أو هذا الجهاز ربما يدخل إلى مواقع محرمة أو يشاهد مقاطع فاضحة أول عياذ بالله يعني يدخل إلى أمور تسخط الذي في السماء والذي على الأرش استوى وربما نسأل الله العافية والسلامة استسهل هذا بعض الناس لسهولة الدخول إلى هذه المواقع ويخشى على الإنسان أن يعني يكون ممن يناله هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث نعوذ بالله هؤلاء قوم إذا جاءوا يوم القيامة بحسنات صلون يقومون الليل وبما يصمون النوافل لكن جرأتهم على حدود الله على محارم الله من حيث الانتهاك والوقوع والولوغ في هذه الخطايا نسأل الله العافية والسلامة قد يقودهم إلى أن الله جل وعلا يجعل أعمالهم التي قدموها هباء من ثون وليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب ولذلك على المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب لا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ولذلك المسلم يراقب الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان الذي يعلم السر وأخفى المؤمن اختلف عن الآخرين المؤمن إذا أتيحت له المعصية والخطيئة صرخ فيها صرخة يوسف معاذ الله إنه ربي معاذ الله ولذلك هذا الحديث في واقع الأمر حديث خطير وعظيم ومخيف في واقع الأمر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثوبان يا رسل أصفهم لنا جلهم لنا نخشى أن نكون منهم ونحن لا نعلم فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من إخوانكم ومن جنسكم من جلدتكم يعني من جنسكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني قد يكون عندهم طاعات صلون الفرائض ويقومون الليل يقرؤون القرآن ربما يصمون الاثنين والخميس لكن إذا خلوا بمحارم لا انتهكوا بمعنى ما عنده الرادع الإيماني والوازع الإيماني الذي يحول بينه وبين المعصير أي معصية تسهلت له وقع فيه وبالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون والله مثلا معاصي الشهوات مثلا يعني بعض الناس الآن يقصر المسألة على شهوة النظر يعني مثلا المشاهدة الأفلام الإباحية أو المقاطع الفاضحة ليس بالضرورة هذا قد يكون تسهل له أكل الحرام يأكل الحرام نسأل الله العافية بكل صفاته بكل أنواعه إذا خلى شيء محرم في مال أقدم عليه هذا انتهاك لمحارم الله نسأل الله العافية والسلامة وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيم على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه واعظ ربه عز وجل رواه الترمذي من رواية بقية عن بحير بن سعد وقال حديث حسن وغريب كنف الصراط بالنون جانبه هذا الحديث لعلكم تذكرون مضى في دروس سابقة ومجال السابقة يعني التعنيق عليه التعنيق عليه النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل وهذه كما ذكرت قاعدة قرآنية وقاعدة نبوية في ضرب الأمثال لتقريب الفكرة لتقريب الأمر لتقريب الحكم فهي ربط الأشياء بأمور ترسخ صورتها في الذهن وتكون أقرب إلى الإفهام أقرب إلى التفهيم للآخرين قال إن الله ضرب مثلاً صراط مستقيم على كنفي الصراط يعني جانبه الصراط هو الطريق الصراط هو الطريق على كنفي جانبه يعني زوران جداران زوران يعني جداران أو جدارين لهم أبواب مفتحة هذه الأبواب مفتوحة على الأبواب ستور والسطر في الغالب يكون رقيق فلا يرى ما خلفه لكن السطر هو ليس بشيء صلب وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله هذه حدود الله عز وجل ذكرتنا قبل قليل الحدود الله هي محارمه وأيضا الواجبات وأيضا الواجبات هذه حدود الله تلك حدود الله فلا تقربها المحرمات تلك حدود الله فلا تعتدوها الفرائض والواجبات وأيضا التجاوز المباحات ذكرت أنا هذا قبل قليل فلا يقع أحد في حدود إلا حتى يكشف الستر يعني ما يمكن أحد أن يقع في هذه الحدود إلا بعد كشف الستر والذي يدعو من فوقه هو واعد الله عز وجل والمعنى بأن حدود الله عز وجل هي أنت في حياتك وأنت على طريق الإسلام وعلى طريق الإيمان هذه الحدود يمينك ويسارك عن يمينك وعن شمالك هذه حدود الله عز وجل فإياك إياك أن تدخل هذه الأبواب ودخول هذه الأبواب لا يكون إلا بانتهاك الستر الستور هذه إلا بانتهاك الستور ولذلك يحذر المسلم من انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا فوق ذلك داع يدعو كل ما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام الصراط الطريق هذا الإسلام والأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله والداعي على رأس الصراط هو القرآن هو القرآن والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن واعظ الله في قلب كل مؤمن ذكره رزين ولم أره في أصوله وإنما رأبه أحمد والبزار مختصرا بغير هذا اللفظ بإسناد حسن هذا تفسير طبعا واضح للحديث السابق وكان لوقفة طويلة جدا في مجال السابق حول هذا الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعد خمسا يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدي أبي هريرة وعد خمسا قال اتق المحارم تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذ وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من حديث واثن عن أبي هريرة وتقدم في هذا الكتاب أحاديثه كثيرة جدا في فضل التقوى ويأتي أحاديث أخر والله أعلم أيضا هذا الحديث لا يخفاكم مر معنا وقفنا معه وقفات فيما سبق لكن أقف في بعض الفوائد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حريص على أمته يقول دائما ما من خير يعلمه لهم إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وحثهم حرضهم على فعله أو قوله وما من شر يعلمه إلا وحذر الأمة منه حذر الناس ونهاهم وزجرهم وتوعدهم وخوفهم وبين لهم العواقب صلى الله عليه وسلم ولذلك صدق الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنه حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا أراد تبليغ أمر مهم أخرجه مخرج السؤال وأخرجه مخرج العرف حتى تشتاق النفوس له هذا أسلوب تشويقي من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكثر رسوخ من الخطاب العام وهذا سبحان الله النفس البشرية معتادة يعني أو أو يعني تألف هذا النوع فترسخ مثل هذه الأمور الهامة المسألة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام يحث على نشر العلم وإذاعته وإشاعته وأن لا يكون الإنسان مقتصرا فيه على نفسه ولذلك قال فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن وهذا الدلالة على أن المسلم ينبغي أن يكون أيضا يعني ممن يسلك سبيل نشر الخير الأمر الآخر مسألة حصر الفوائد حصر الفوائد لأن طبيعة النفس البشرية أنها تتشتت يتشتت الذهن خاصة إذا كان الكلام كثيرا فلما يقال حصر خمس فوائد ثلاث فوائد كذا هذا مما يثبت في النفس في أسلوب أيضا دعوي أسلوب مهم هذا يدخل ضمن ما يسمونها الأهم بمهارات الاتصال وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أبي هريرة يعني أخذ بيده وعدله خمسا واحد اثنين افعل كذا افعل كذا أو قل كذا وهذا أسلوب مهم لأن الكلام احيانا المقابل لما تخاطبه قد يكون معك بجسده لكن قد يكون ذهنه في عالم آخر في أودية الدنيا لكن لما يصحب القول يعني شيء محسوس من الاتصال ما يسمون الاتصال لمسه مثل ما قال بن عمر أخذ النبي عليه الصلاة بمنكبية يعني وضع يده على من وقال كن في الدنيا كأنك غريب النبي عليه الصلاة والسلام من أساليبه صلواته ربي وسلامه عليه يعني أن يكون هناك اتصال ومن جملة اتصال مع من يخاطبه ومن جملة ذلك ومن أمثلته اتصال بدني مع الكلام مع الكلام وقال أخذ بيدي الشاهد من الحديث قال اتقي المحارم تكون أعبد الناس إذا أردت أن تكون من أعبد الناس فاتقي المحارم والمحارم كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى كل ما حرمه الله عز وجل فهو من محارمه سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تكون أعبد الناس فاتقي المحارم اتقي المحارمات ابتعد عما حده الله عز وجل ولا تقربوا تلك حدود الله فلا تقربوها وبقية الفوائد ذكرناها فيما مضى من مجالس كما ذكرتكم قبله قليل ولعل لنا نكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه الأحاديث أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا إن شاء الله نلتقيكم في مجلس قادم بحول الله تعالى وقوته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله